وبالنسبة لهذه الجمعية التي يدور حولها الحديث فقد تركب اسمها من ثلاثة أشياء وهذه الأشياء تنضوي تحت أول اسم من أسمائها من هذه الأشياء الثلاثة وهو الإصلاح وموقع الإصلاح في الإسلام أمر معلوم تحدث عنه القرآن وتحدث عنه السنة فالله جل وعلا بيّن أنه لا يضيع أجر المصلحين وبيّن كذلك بأنقرن بين التقوى والإصلاح مكانة الإصلاح لأن التقوى وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال في أول سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وتعلمون السبب الذي شر هذا الاقتران بين التقوى والإصلاح والمتهم الأول في هذا الأمر الذي وقع وتحدثت عنه هذه السورة في أولها أول متهم فيه أفضل خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا إذا وقع الاتهام لطائفة أخرى أو لقوم فلا مجال لأن يستغرب ذلك فقد اتهم أفضل خلق الله ورد عنه رب العالمين بأبلغ رد وظهر الحق وظهرت الحقيقة وهذه الجمعية التي انضوت تحت اسمي الإصلاح والتربية والأخوة أشياء ثلاثة يفتقر إليها الناس في كل زمان ويفتقرون إليها في كل بكان أما الإصلاح فضده الإفساد والصلاح ضده الفساد والمصدران متضادان والوزن واحد صلح الثلاث صلاحا وفسد الثلاث فسادا فالمصدران متحدان وزنا ومتضادان معنا وكذلك مصدر الرباعيين أصلح إصلاحا وأفسد إفسادا الوزن واحد والمعنى في غاية التضاد لأنه يقابل كل واحد منهما صاحبه مقابلة الضد لضده وتأسست هذه الجمعية لهذا الأمر وبرحنت على السير على هذا الطريق وفجأة كما بيّن رئيس الجمعية أتى هذا الإغلاق الذي وإن كانت الفلاسفة تهافتت في نوار أبي حامد الغسالي فقد تهافتت أفهام أهل العقول في المعنى المراد من هذا الإغلاق لأنه لم يأتي له مبرر ولم يأتي له دليل ولا برهان وربما يكون كتب البرهان والدليل قد يكون في بعض الأحيان لمصلحة وقد يكون في بعض الأحيان لمفسدة وقد يكون لعجز وقد يكون لتوارن عن الحقيقة وهذه الأمور كلها يحتاج العاقل إلى أن يجد لها طريقا يستبين بها معنى لأن الناس معنيون شميعا بكل ما يتحرك في بلادهم وأحوالهم مما يراد به الإصلاح أو يراد به الإفساد فنرجو من الذين قاموا بهذه المهمة ومن الذين قررواها وأداروها وأرادوا تطبيقها فنرجو منهم أن يبينوا لهذا الشعب المعني بأعمالهم أن يبينوا له السبب بيانا ناصعا يكون حقا لا كذبا وأن يكون أيضا متماشيا مع الحقيقة لا تزلف فيه من طرف آخرين يؤيدونه ولا أيضا إشباعا لرغبة شخصية لشخص يمكن أن يفعل مثل هذا النوع من الأفعال فأهل الجمعية لا يزالون يطالبون بالإنصاف ولا يزالون يطالبون بنشر الحق وإظهار الحقيقة إن شاء الله موسيقى